صباح الخير واليوم 21 ديسمبر 2021 وتوقعتنا الفلكي لهذا النهار وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود برج الحمل ترتيبات مهنية جديدة رح تساعدك على إنقاذ وضعك المالي من خطر الإفلاس أو الحاجة لطلب السلفة من جهة معينة بالإضافة لقرار عقاري بانتظارك عاطفيين ابتدت تشعر بضبابية وضعك العاطفي مع الشريك ومن المحتمل تأثيرات هذا الوضع يفرض عليك أجواء جديدة تساعدك على الإمساك بالأمر بشكل أفضل مولود برج الطور رح تتعرض لأزمة مهنية صعبة رح تتطرك لأخذ موقف معين تجاه بعض الأشخاص يلي كانوا على احتكاك مباشر بهذا الأمر ويبدو أن فكرة الانتقال لشي جديد أصبحت أكتر قبولا عندك بالوقت الحالي عاطفيا الفلك عم يتحدث عن تفهم عاطف جديد بينك وبين الشريك بهدف التقليل من مخاطر التأثيرات الطارقة يلي أصبحت عم تفرض عليك غير واقع غير محبب عند الطرفين مولود برج الجوزاء عم بتفكر تبدأ بتنفيذ نشاط مهني كنت متخوف منه ببادئ الأمر ومن المحتمل يكون قريب من طبيعة عملك الأساسي وكأنه خلفية الأمر قدمي من ردة فعلك تجاه بعض المستجدات الأخيرة يلي حصلت معك بالسابق عاطفيا تبدو جاهز لحسن موقفك النهائي مع الشريك بدل من الدخول بمعركة تانية معه والفرص تبدو مفتوحة قدامك بعملية الأخذ والعطى مع أي تجربة جديدة ممكن تساعدك بتحديد مصيرك العاطفة مولود برج السرطان تبدو غير قادر على التأقلم مع الجو العامي اللي عم بحاصرك بسلبياته وبنفس الوقت تبدو مجبر على البدء بنشاط مهن جديد باعتباره الحل الوحيد قدامك بالوقت الحالي عاطفيا تبدو مضطر لمواكبة التغيير العاطفي اللي عم بتعيشه ويبدو أن حساسية الوضع الحالي عم بتخليك تشعر بأنك الطرف الأضعف بالعلاقة مع الشريك بسبب سيطرته الكاملة على قراراتك الفعلية مولود برج الأسد عم بتواجهك ضغوطات مالية ما عم بتخليك تعرف تفكر بالطريقة الأسرع لتغطية النفقات المطلوبة منك بتتوازي مع مدخولك الشهري وبنفس الوقت تبدو مهتم بمعالجتها بشكل تدريجي عاطفيا الفلك عم يتحدث عن جو عاطفي متقلب ابتدت تخضع لتأثيراته الصعبة ولا تبدو الأوضاع بينك وبين الشريك مريحة ومن المحتمل تضطرك لإبقاء نفسك مشغول عنها بأي شيء تاني مولود العزراء حرصك على الاستمرار بوظيفتك الحالية رح تمنعك من الدخول بأي مغامرة مهنية غير مضمونة النتائج ومن المحتمل تتحرك الأمور لصالحك عن طريق شخص مقرب منك قادر على توسيع أعمالك الخاصة عاطفيا تبدو زكي جدا بصناعة الفرصة يلي ممكن تساعدك على تقريب المسافة العاطفية يلي ممكن تخدم مصلحة علاقتكن السوى مع الشريك وبنفس الوقت تبدو حريص عليك 8 خلفية هذه الفرصة مولود الميزان عم نشوفك أنك أنت أمام خطط جديدة ومن المحتمل هذه الخطط جديدة تاخدك باتجاه مجالات جديدة والأضواء تبدو مسلطة عليك بقوة وخصوصا بهذه الفترة عاطفيا عملية إصلاح الأمر بينك وبين الشريك ما متوقف عليك وحدك وأنما رح تحتاج لخطوة أمامية من الطرفين مع الحرص على متابعة الأمر بينك وبين الشريك بشكل ودي أكتر مولود العقرب بالرغم من اجتهادك على تحريك استقرارك البهنة بالطريقة يلي عم تتمناها إلا أن الجمود الداخلي مازال عم يتحكم بنتيج هذا الأمر بشكل علنة بالإضافة لبعض المكاسب المالية السرية عاطفيا ردك على الشريك رح يكون واضح جدا ويبدو أنك أصبحت شخص غير مستقر بالحب من جهة وأحيانا بقراراتك المرتبطة بتفاصيل هذا الأمر مهما حاولت تتنكر لهذه الحقيقة مولود القاوس خطوة استباقية رح تخليك صاحب الأرار الفصل على الصعيد المهني ورح تجتهد على الصنع حالي من التوازن المالي ما بينك وبين الجهة يلي عم تشتغل معها بالإضافة إلى أنه فكرة الانتقال إلى مجال عمل جديد واردة عندك عاطفيا تبدو مهتم بمعالج تأزمتك العاطفية مع الشريك إلى جانب التقليل من مخاطرها النفسية عليك ومن المحتمل تتوصل للتسوية معينة بينك وبين الشريك تضمن لك عودي مسهل لأله بدون ما تطلب منه هذا الشيء مولود برج الجدي أصبحت على بواب فراغ مهني هذا الشعور عم برافعك بشكل يومي بالرغم من أنك ما رح تترك نفسك توصل لهون أبدا ومن المحتمل هذا الوضع يتحول لنقطة عبور باتجاه استقرار مهني قريب عاطفيا عودي مسهل لشريكك العاطفة ومن المحتمل هذا الخطوة تساعدك على تحديد الأساسيات المطلوبة منك لزيادة مستوى الترابط بينك وبينه بشكل أفضل مولود الدلو تبدو غير قادر على البقاء بنفس عملك الحالة بالرغم من حصولك على بعض الإنجازات المطلبية من الجانب يلي عم تشتغل معه والأجواء تبدو مناسبة لتوضيح أسبابك الخاصة عاطفيا يبدو أنك وصلت لمرحلة أصبحت فيها مجبر على فرض شروط العودة للشريك وتبدو مهتم بعملية منعه من السقوط بنفس الروتين اليومي يلي يسبب لك خلفات دائمة معه آخر الأبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت عم تسعى لوضع خطة مالية تنقذك من التأثيرات الإضافية يلي متخوف منها إلى جانب اهتمامك بمشروع العمر بشكل منفصل تماما عن جو الوظيفة المعتادة عاطفيا تغييرات سريعة رح تخليك تستعيد الامتيازات العاطفية اللي كانت موجودة بينك وبين الشريك واختفت فجأة بحكم المستجدات الصعبة يلي فرضت عليك نتائج غير مريحة هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار إن شاء الله تكونوا حبيتوها بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو دلكم بألف خير باي باي